زي ما شفنا في التقرير كده احنا النهاردة معنا رائد أعمال بيحل مشاكل بيعاني منها العالم حاليا وهي الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات معنا يوسف محمد مؤسس شركة باكجارت صحة كده؟ صحة ملقيتش اسم أعقد من كده يا يوسف أول اللي ظهر بقى سعيتها ماشي تختارك المدرسة ليه؟ حب استطلاع قولي بقى أكلمني شوية كده يعني احنا زي ما شفنا في التقرير دي كانت البداية اللي خلتك تتجه للمجال ده والحقيقة المدرسة لازم نوجه لها شكر وتحية لأن اتصرفت التصرف السليم إنها شجعتك على الموضوع ده ده يعني صراحة تحية لهم يعني وأكيد طبعا تحية لأهلك لأنهم هم كمان أكيد أخدوا نفس الأكشن ووجهوك في الاتجاه ده بعد ما عملت القصة دي وابتدت تاخد كورسات إمتى ابتدت تحس إن المفروض تعمل شركة طيب أنا بدأت أذكر الموضوع بشكل برفيشنل في 2017 كانش لسه فيه رسورسوس كتير بس كان الواحد بيحاول يتعلم من الإنترنت لأنه كل حاجة موجودة على الإنترنت يعني وبدأت بالفعل أشتغل كفريلانس في السيكيريدي إحنا بالنسبة للفريلانسينج اسمه باك باونتي نبدأ إن إحنا بيبقى الشركات العالمية بيبقى عندها بوليسي بتقولك لو أنت هاكر ولقيت عندنا صغرة بدل ما تستغلها ضدنا بلغها وإحنا نبدأ إن إحنا نكافأك فبدأت أشتغل في المجال ده وبالفعل في أول 2018 بدأت إن أنا أكسب عائد مادي من الموضوع ده شركات بقى يبيرة زي ياهو زي فيسبوك زي الحاجات دي كلها وبدأت إن أنا أشتغل في الماركت المصري أشتغلت في عدد من الشركات سواء فريلانسينج في حاجات في أمريكا أو هنا انسايت في مصر بدأت أبزيرف مشاكل معينة زي إن تركيز للشركات في السيبر سيكيريتي بيبقى دايما على الانتربرايزوس وعلى البانكينج سيكتور مثلا ثانية واحدة في مشاهدين قاعدين في البيت مش عارفين انتربرايزوس ومش عارفين البانكينج سيستم جميل نشرح ثانية كده ده إيه وده إيه طيب الانتربرايزوس اللي هي الشركات الكبيرة اللي بيبقى بتاوبريت بشكل كبير في الدول والبانكينج سيكتور اللي هو البنوك قطاع البنوك جميل قطاع البنوك فبنلاقي إن الستارتوبس أو الشركات النشأة بيبقى عندها الاحتياج للأمن المعلومات ولكن مفيش اهتمام بهم كسكتور وبالتالي ما بيبقاش عندهم الوعي الكافي إنهم إزاي يأمنوا ودلوقتي بالتطور اللي بيحصل في مصر أو في الدول كلها المعظم الشركات اللي احنا نتعامل معهم بشكل يومي هم شركات نشأة بنتعامل بندفع مدفعات عن طريق ستارتوب بنعمل أوردرات عن طريق ستارتوب ديليفري عن طريق ستارتوب وهكذا بزفت خلاص يعني بقى هو الإيكو سيستم بتاعنا بزفت فبدأنا إن إحنا نفوكس سنس إن إحنا كمان ستارتوب زيهم فبنتكلم بنفس اللغة بدأنا إن إحنا نتواصل معهم وكان بالفعل الموضوع مصمر بالنسبة لنا بدأنا نتواصل مع شركات زي ربيت مارت بدأنا إن إحنا نتعاون معهم اخترقتوهم ولا بدأتوا تتواصلوا عادي عشان نبعارفين يعني الاتنين والناس رحبت بالموضوع ودعاونوا معنا وكانوا هم أول صباح وطبعا أي حد زي الانلاين جروسوري كلهم نصباح أو الفنتك كلهم أكيد هيرحبوا بوجودك في صفاء ومش ضدهم علشان نحمي الدات اللي موجودة بالزبط بدأنا إحنا نتعاون مع عدد من الستارتوبس والحمد لله بدأنا نقدم اليوم خدماتنا إحنا بدأنا كشركة بتقدم خدمات خدمات زي اختبار الاختراق إن إحنا بنحاول نشوف السيستم بتاع الشركة هل فيه صغرات بحيث نحنا نصلحها قبل محد تاني يبدأ نهو يستغلها بشكل مضر للشركة وبالفعل حاليا نحن نشتغل مع عدد من الشركات الكبيرة في الكستارتوبس يعني زي بيموب زي فاوري زي منسم زي حالان زي سندر زي رابت مارت وعدد تاني من الشركات طبعا وبدأنا نحن نشتغل ونتوسع في مصر كإنتربرايزز برضو اللي هما زي إنستا بي وإي إف جي وحاجات كبيرة في مصر ودلوقتي بدأنا إن إحنا نعمل برودكت بتاعتنا عبارة عن منتجات برضو بتساعد في أمن المعلومات اللي هي اسماها درك أطلس ده اسم البرودكت ودلوقتي بنكمبيد بشكل إنترناشنال يعني عن طريق البرودكت دي